السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله راح نبتدي في درس يديد يتكلم عن نظرية ذات الحدين نظرية ذات الحدين في مقرر ريض 262 للمستوى الثاني العلمي أولاً راح نستعرض أهدافنا فأهدافنا نبتدي في الهدف الأول أن نوجد المفكوك باستخدام نظرية ذات الحدين بعدها راح نوجد حداً معيناً في مفكوك ما فرح ناخذ مقدمة بسيطة عشان إيجاد المفكوك فأولاً أوجد مفكوك ما يلي عندي A زائد B مرفوع لأستثنين إذا كان عندي A زائد B مرفوع لأستثنين راح شاء سوي عشان أوجد المفكوك أفكه إلى قوسين مضروبين في بعض فعندي A زائد B مضروب في A زائد B فرح أوزع كل حد من القوس الأول على الحدود الموجودة في القوس الآخر فرح يكون عندي A في A A تربيع A في B بعدين B في A اللي هو نفسه A B بعدين B في B اللي هو B تربيع راح نجمع الحدود المتشابهة اللي هي AB زائد AB راح يعطيني اثنين AB هني بكل سهولة فككنا الأقواص قلناهم أقواصين مضروبين في بعض لكن لو كان عندي الأس أكبر من اثنين لو مثلا كان عندي أربعة كان عندي خمسة أو حتى عشرة شو راح نسوي؟ أكيد عندي نظرية فنظريتنا هي نظرية ذات الحدين نظرية ذات الحدين ليش سميناها ذات الحدين؟ أكيد لأننا عندي فيها حدين فعندي الحد الأول راح نسميه A والحد الثاني راح نسميه B فنستعرض نظريتنا مع بعض فعندي كحدود أول حد راح يكون عندي N توافيق الصفر اللي هو السي خدسوها من قبل بعدين راح أضربها في A أس N ناقصا صفر مضروبة في B أس صفر هذه عندي الحد الأول في المفكوك بعدين ننتقل إلى الحد الثاني لأن نحن ابتديننا في الصفر فالحد الثاني راح تكون من الواحد فنقول N توافيق الواحد A أس N ناقصا واحد في B أس واحد وهكذا نمشي على جميع الحدود في المفكوك إلى الحد الأخير دائم أن الحد الأخير راح يكون عندي N توافيق الـ N مضروب في A أس صفر ما وين يعتنا الصفر؟ يعتنا الصفر لأن نحن قاعدين نمشي فراح تكون عبارة عن N ناقصا N فبيكون عندي صفر مضروب في الـ B أس N بدل ما نكتبه كحدود ونتخربط عندني إياها كمجموع خذنا من قبل صيغة المجموع أنها هي سيجما فنقول سيجما من الكي تساوي صفر إلى الأن عندي إياها حق مضروب الـ N مقسوم على مضروب الـ K مضروب في N ناقصا K كمضروب من دجال ما أقول هاي القيمة اللي عندي إياها ككسر راح نحفظها على أساس توافيق فراح نقول المجموع اللي هو السيجما من كي تساوي صفر إلى الأن N توافيق الكي مضروب في A أس N ناقصا K مضروب في B أس K فراح نبتدي أول مثال نستعرض فيه كيفية إيجاد المفكوك من خلال نظرية ذات الحدي لكن قبل أن نستعرض المثال عندي إرشاد بسيط للدراسة وهو N سي صفر اللي هو N توافيق الصفر تساوي دائما واحد والـ N توافيق الـ N دائما تساوي الواحد فأول مثال عندي X زائد Y مرفوع لأس أربعة قبل أن أبتدي أحل وأكتب القانون راح أستعرض أول شيء المعطيات راح أقول عندي الحد الأول وهو X والحد الثاني وهو Y بدل ما نقول حد أول وحد ثاني راح نقول A تساوي X والB تساوي Y الـ N عندي إياها أربعة فراح أعوض في القانون عندي المجموع أو السيجما من K تساوي صفر إلى أربعة أربعة توافيق الكي مضروب في X أس أربعة ناقصاً K مضروب في Y أس كي جهزنا عندنا الصيغة اللي نحتاجها لإيجاد المفكوك فاحنا راح نوجد حد حد قلنا من الكي تساوي صفر إلى الأربعة لتسهيل عملية الحل راح نسويها على شكل جدول فعندي الجدول التالي قلنا دائماً نبتدي من الصفر وننتهي عند الـ N فأولاً راح أعوض مكان كل K في القانون بالصفر فراح يكون عندي أربعة توافيق الصفر X أس أربعة ناقصاً صفر Y الصفر طبعاً إحنا نعرف أي متغير مرفوع للصفر قيمته تساوي واحد فالـ Y الصفر عندي إياها تساوي واحد وأربعة توافيق الصفر قلنا من شوي تساوي واحد فعندنا فقط الحد الأول هو عبارة عن X أس أربعة انتهينا من الحد الأول ننتقل إلى الحد الثاني الحد الثاني راح تكون الكي تساوي واحد نفس ما سوينا في الخطوة الأولية في الخطوة الثانية راح أشيل كل K أحط بدولها واحد فنقول أربعة توافيق الواحد X أس أربعة ناقصاً واحد Y أس واحد أدخل في الكالكليتر أربعة سي واحد راح يعطيني أربعة أربعة ناقصاً واحد ثلاثة فرح يكون عندي X أس ثلاثة والـ Y أس واحد تنزل مثل ما هي خلصنا من الحد الثاني ننتقل مثل ما انتقلنا حق الحد الثاني الحد الثالث على نفس النمط الكي راح تكون ثنين فنقول أربعة توافيق الاثنين X أس أربعة ناقصاً اثنين Y أس ثنين نسويها في الكالكليتر أجين أربعة توافيق الاثنين يعطيني ستة أربعة ناقصاً اثنين اثنين والـ Y أس ثنين سننزل مثل ما هي نفس ما احنا وصلنا الكي تساوي ثلاثة نواصل أربعة C ثلاثة اللي هو توافيق الثلاثة X أربعة ناقصاً ثلاثة Y أس ثلاثة فأربعة سي ثلاثة بالكالكليتر يعطينا أربعة أربعة ناقصاً واحد يعطينا X أس واحد والـ Y أس ثلاثة نشوف آخر حد عندي في المفكوك وهو K تساوي أربعة اللي هو نفسه قيمة الأن اللي عندي إياها في السؤال فعندي أربعة توافيق الأربعة X أس أربعة ناقصاً أربعة Y أس أربعة طبعاً أربعة توافيق الأربعة عندي إياها واحد X أس أربعة ناقصاً أربعة يعطيني X الصفر فبتروح بواحد فتبقالي فقط الـ Y أس أربعة بعد ما انتهينا من الجدول اللي عندنا شراح نسوي راح نكتبه من بدل ما هو مكتوب في صيغة عمودية راح أكتبه في صيغة أفقية فإذن X زائد أربعة X زائد Y أس أربعة راح يكون عندي إياها تساوي X أس أربعة زائد أربعة X تكعيب Y زائد 6 X تربيع Y تربيع زائد أربعة X Y تكعيب زائد Y أس أربعة بشذيه أوجدنا مفكوك X زائد Y أس أربعة بشذيه انتهينا من حل المثال الأول لإيجاد مفكوك باستخدام نظرية ذات الحدين راح نستنتج مع بعض مجموعة من الملاحظات المهمة من المثال السابق فعندي أول ملاحظة الملاحظة الأولى عندي إياها عدد الحدود في المفكوك دائما يساوي N زائد 1 فلو لاحظنا في المثال السابق كانت عدد الحدود خمسة حدود والN عندني إياها أربعة فأربعة زائد واحد يعطيني خمسة هاي أول ملاحظة الملاحظة الثانية لو نلاحظ مجموع الأسس في أي حد يساوي N لو شفنا مثلا الحد الثاني عندي إياها الأكس أس ثلاثة وعندي الواي أس واحد لو جمعت الواحد زائد ثلاثة راح يعطيني أربعة نفس الشي الحد اللي بعده لو جمعنا الاثنين زائدين اثنين راح يعطينينا أربعة وهكذا نشوف ثالث ملاحظة الملاحظة الثالثة يقل أس A بمقدار واحد ويزيد أس B بمقدار واحد في أي حدين متتاليا طبعا الآن راح تسألون أي واحد الأي وأي واحد البي الأي عندني إياها اللي هو الحد الأول ففي المثال السابق كان X والبي عندنا إياها هو الحد الثاني وهو في مثالنا السابق كان Y فلو نلاحظ عندنا في المفكوك في البداية الأكس كانت أس أربعة والواي ما عندي إياها هني في الحال لكن إحنا لما حليناها مساعة كانت الواي أس صفر فعندي أربعة وصفر بعدين انتقل حق الحد اللي بعده راح يكون عندي الأكس أس ثلاثة والواي أس واحد فالأكس قلت بواحد والواي زادت بواحد وهكذا نشوف الملاحظة الرابعة لو نلاحظ في الملاحظة الرابعة بالنسبة حق الحد الأول بالنسبة حق الحد الأخير الحد الأول هو A أس N الأ اللي هو فيه مثالنا X فالحد الأول عندي إياه X أس أربعة فتشني خفت الحد الأول اللي هو X ورفعته لأس أربعة ما سويننا ولا شيء نفس الشيء بالنسبة حق الحد الأخير عندنا إياه أنه هو الواي رفعناه لأس أربعة فراح نقول Y أس أربعة وهكذا نشوف مع بعض الملاحظة الخامسة فعندي الملاحظة تقول المعاملات في المفكوك متمافلة نزيل نسأل سؤال شوني يعني معاملات المعاملات هي جميع الأعداد الموجودة جدام المتغير شوني يعني جدام المتغير يعني العدد المضروب في المتغير فمثلا لو نلاحظ في الحد الأول عندي المعامل واحد شون عرفت أنه هو واحد لأنه هو ما عندي شي فإذا ما عندي شي معناته واحد الحد الثاني عندي أربعة الحد الثالث ستة نزيل لو انتقلنا حق الحد الرابع بنلاحظ أنه عندي المعامل أربعة وهو متماثل مع معامل الحد الثاني نفس الشي لو انتقلنا حق الحد الأخير عندي معامل واحد وهو متماثل مع الحد الأول في المعاملات في المفكوك متماثلة بشذي انتهينا من الملاحظات المهمة ومن المثال الأول رح ناخذ مثال آخر عشان تركز في مخنا نظرية ذات الحدين فنشوف مثال اثنين مثال اثنين عندي إنه الواي ناقص أربعة زد مرفوعة لأس أربعة رح نبتدي نفس ما بتدينا في حل المثال الأول أول خطوة رح نطلع المعاملات فراح يكون عندنا الـ A تساوي Y الـ B رح ناخذ الـ B مع الإشارة اللي جدامها ليش خذناها مع الإشارة اللي جدامها؟ لأن أصلا لو نتذكر في قانوننا كان الحد اللي في الوسط بينهم زائد وليس ناقص فراح ناخذ إشارة السالب معه فراح نقول إن الـ B تساوي سالب أربعة زد والأن عندي إياها أربعة فراح هي أعوذ في القانون اللي عندي فراح نقول إنه هو سيجما كي تساوي صفر إلى أربعة أربعة توافيق الكي مضروبة في Y أس أربعة ناقصاً كي مضروبة في سالب أربعة زد كامل هذه الحد الثاني مرفوع لأس كي الحين راح نسوي جدولنا فالجدول عندنا الكي تبتدي من الصفر إلى الأربعة وهي قيمة الأن راح نعوذ في الصيغة اللي أوجدناها من شوي فراح نقول أول شي نبتدي بالصفر فأربعة توافيق الصفر Y أس أربعة ناقصاً صفر سالب أربعة زد أس صفر فعندنا أربعة توافيق الصفر واحد Y أس أربعة راح أخليها مثل ما هي وسالب أربعة زد أس صفر راح يعطيني واحد فالحد الأول هو Y أس أربعة في ناس ما يبون يقعدون يعوضون بالصفر لأنه هو الحد الأول من الملاحظة اللي قلناها من شوي قلنا أن عشان أوجد الحد الأول فقط راح أقول ال-A اللي هو الحد الأول برفع لأس أن فآن ال-A هني عندي إياها ال-Y فراح أقول Y أس أربعة دايركت عشان أختصر الوقت علي بعدها راح ننتقل إلى الحد الثاني فالحد الثاني عندي الكي تساوي واحد فأربعة توافيق الواحد Y أس أربعة ناقصا واحد في سالب أربعة زد طبعا هنا أربعة توافيق الواحد راح يعطيني أربعة وعندي مضروبة في سالب أربعة فرح أضرب الأربعة في سالب أربعة يعطيني سالب ستة عش وعندي ال-Y أس ثلاثة مضروبة في الزد ونزلها مثل ما هي بعدين الحد الثالث نقول كي تساوي اثنين نواصل أربعة توافيق الاثنين Y أس أربعة ناقصا اثنين سالب أربعة زد أس ثنين طبعا هنا الأس عندي أنه هو حاج السالب أربعة والزد فاش راح أسوي راح أوزع التربيع على السالب أربعة وعلى الزد فرح يكون عندي سالب أربعة تربيع مضروب في أربعة توافيق الاثنين كامل في الكالكليتر راح يعطيني 96 وال-Y تربيع تنزل مثل ما هي وال-Z تربيع تنزل مثل ما هي بعدها الحد الرابع راح يكون عندي الكي تساوي ثلاثة فأربعة توافيق الثلاثة Y أس أربعة ناقصا ثلاثة سالب أربعة زد أس ثلاثة نسمى ساوينا في الخطوة اللي قبل نساوي في ذي الخطوة راح أوزع الأس على السالب أربعة وعلى الزد ونضرب في الكالكليتر كل اللي عندنا C توافيق الثلاثة سالب أربعة أس ثلاثة كامل راح يعطيني سالب 256 Y مضروب في زد أس ثلاثة آخر حد عندنا هو لما الكي تساوي أربعة وهي تساوي قيمة الأن راح نقول أربعة توافيق الأربعة Y أس أربعة ناقصا أربعة سالب أربعة زد أس أربعة طبعا أول الأشياء راح نقول نهي تساوي واحد فقط عندي الحد الثاني مرفوع لأس أربعة فرح يكون عندي سالب أربعة أس أربعة راح يحطيني 256 في زد أس أربعة فآخر خطوة له نفس ما ساوينا في المثال السابق راح نقول بدل ما نكتب بطريقة عمودية نكتب بطريقة أفقية الحين هني لو لاحظنا في الملاحظة السابقة قلنا أن معاملات الحدود متماثلة انزين لو بتلاحظون هني أنا ما عندي المعاملات متماثلة ليش ما عندي أها متماثلة لأن أصلا من البداية في السؤال ما كانت المعاملات متماثلة لو تذكرون في المثال السابق كان عندي مجرد X زائد and Y كل واحد معاملة واحد لكن هني واحد معاملة واحد والثاني معاملة سالب أربعة فما راح تكون المعاملة مثماثلة في الحدود راح نشوف أول تدريب معانا لإيجاد حد معين فعندي أوجد الحد الأخير من مفكوك 5x زائد نواي مرفوع لأس خمسة لو تذكرون في الملاحظات اللي خذناها من شوي أنه كان عندي الحد الأخير دائماً البي مرفوع لأس أم فآي أقول من البي عندي إياها البي عندي إياها واي والأن عندي إياها خمسة فدايركت راح أقول أن الحد الأخير واي أس خمسة كل سهولة معقدها علي نشوف التدريب الآخر طبعاً إحنا في تدريباتنا step by step فأو شي أوجدنا الحد الأخير أحين نشوف الحد الأول فأوجد الحد الأول من مفكوك 3A زائد ثمانية بي مرفوع لأس خمسة فهني عندي طريقتين لإيجاد الحد الأول فأول طريقة يا أني أستخدم الملاحظة اللي قلناها من قبل أنه الأس أم أو أستخدم القانون اللي عندي فأول شي راح نستخدم القانون عشان نتدرب ليش لأن القانون يمشي معي على كل الحدود لكن هاي الملاحظة فقط للحد الأول أو الحد الأخير فنشوف الخطوات أول شي نطلع المعطيات شنو المعطيات اللي عندي؟ عندي الآن خمسة والA اللي هو الحد الأول ثلاثة A لأنت خربط نقول هني A وهنوك ثلاثة A هذه ما لا شغل الA قلنا هي الحد الأول والB هو الحد الثاني دائما نخلي هالشيء في مخنة فنقول أن الB هي ثمانية B بعدها هني لأن أنا أحتاج أوجد حد معين فلازم أطلع K من هي K؟ الك هو ترتيب الحد يعني لو نقول قيمة K تساوي قيمة ترتيب الحد ناقص واحد فالحين هم هني قلالنا يبون الحد الأول معناته رح أقول أن الK الحد الأول اللي هو واحد ناقص واحد يساوي صفر فالK تساوي صفر فأني في القانون نكتب قانوننا لكن هني لأن أنا بوجد حد معين فمحتاج أكتب السقما أحي ننسي السقما ليش ننسي السقما؟ لأن السقما عبارة عن مجموع الحدود هني أنا بس حد واحد فأكتب القانون اللي عندي من غير السقما فنقول عندي خمسة توافيق الصفر بعدين مضروبة في ثلاثة A أس خمسة ناقصا صفر في ثمانية B أس صفر فقلنا أي شيء أو أي متغير أس صفر يعطينا واحد وخمسة توافيق الصفر بعد واحد فبس يبقى لنا من ثلاثة A مرفوع لأس خمسة طبعا لأن هنا الأس عندي داخل القوس حدين مضروبين في بعض فرح أوزع الأس عليهم فيصير عندي ثلاثة أس خمسة في A أس خمسة أطلع بالكلكليتر يعطينا مائتين وثلاثة واربعين A أس خمسة هذه هي الطريقة الأولى نشوف الطريقة الثانية باستخدام الملاحظة البسيطة فعندنا نقول أنه هو الحد الأول اللي هو ثلاثة A أس خمسة بوزع الأسس وبطلع في الكلكليتر بيعطينا مائتين ثواثة واربعين A أس خمسة طبعا لو لوحفتوا الطريقة الثانية باستخدام الملاحظة وايد كانت أسهل من الطريقة الأولى لكن الطريقة الأولى نفس ما قلنا من شوي توجد لنا جميع الحدود اللي نبي نوجدها نشوف مثال آخر عشان نركز الطريقة لإيجاد أي حد يبونا فعندي أوجد الحد السادس من مفكوك 2C ناقصا 3D مرفوع لأس ثمانية فأول خطوة راح نوجد المعطيات فعندي الأن ثمانية A 2C والB سالب 3D فعقب ما نوجد المعطيات إيش راح نسوي؟ راح نوجد الكي الكي شي مهم في إيجاد حد معين فراح نقول أن قيمة الكي دائما تساوي قيمة ترتيب الحد ناقص واحد فراح نقول الحد المطلوب هنا الحد السادس فستة ناقصا واحد يعطينا خمسة فالكل اللي راح نعوضها بالقانون هي الخمسة فنقول ثمانية توافيق الخمسة 2C 8 ناقصا خمسة في سالب 3D أس خمسة طبعا نطلع قيمة التوافيق بالكالكيليتر يعطينا 56 نوزع الأس اللي هو الثمانية ناقص خمسة ثلاثة على الاثنين وعلى السي ونوزع الأس خمسة على السالب ثلاثة وعلى الدي أس خمسة شراح نساوي عقب راح نياي نبطل الكالكيليتر نحط كل الأرقام اللي عندنا ونحط بينهم برض ونطلع الجواب النهائي ما لدعي نعقدها على روحنا فبيكون عندنا سالب 108.864 ليخرعكم من رقم عادي لأن نحن عندنا أعداد عودة ضربناها في بعض ما في أي مشكلة بعدين مضروب في سي أس ثلاثة دي أس خمسة بشذيه أوجدنا الحد السادس راح نأخذ مع بعض تمارين إضافية كاختيار متعدد نختار منهم الإجابة الصحيحة ونوجدهم مع بعض فأول تدريب عندنا اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي طبعا هنا راح نستخدم الملاحظات الملاحظات شيء وايد مهم لازم نفهمها ونحفظها مع بعض فأول سؤال عندي إذا كان عدد الحدود المفكوك F ناقص خمسة أس أن يساوي تسعة فما قيمة الأن لو نتذكر الملاحظة قلنا أن دائما عدد الحدود أهو أن زائد واحد أحين في السؤال هنا يعطوننا أن عدد الحدود أهو تسعة شن راح أطلع الأن راح أقول دايركت تسعة ناقص واحد بدل ما نقول زائد هنا نقول ناقص فتسعة ناقص واحد دايركت يعطيني الجواب ثمانية فالخيار هو خيار C نشوف تمرين آخر على نفس النمط راح نستخدم الملاحظة ومثل ما نشوف ثاني تمرين عندنا أهو إيجاد الحد الأخير في مفكوك X ناقص 2 أس ثمانية فأحنا قلنا من قبل أن الحد الأخير أهو الB مرفوعة لأس أن فمن الB عندنا إياها هني الB عندنا إياها أنه هي سالب 2 فبس راح أقول السالب 2 بارفعها لأس ثمانية أدخلها كامل في الكالكليتر لكن ملاحظة مهمة دائما أقول أفتح قوس سالب 2 أسكي القوس بعدين أرفعها لأس ثمانية ما خلي السالب برع القوس لأنه راح يعطيني الجواب غلط راح تفرق الإشارة فلما نحطها في الكالكليتر راح يعطينا 256 فهو الخيار B آخر تمرين عندنا إياها على الملاحظات فعندنا الحد 35 G أس أربعة H أس ثلاثة هو أحد الحدود في مفكوك نبي نعرف الحين نبي نعرف أي من الخيارات اللي عندنا أهو جوابنا فاش راح نسوي راح نشوف الحد اللي معطيني إياه فالحد الأسس اللي عندي إياها كم عندي أس أربعة وأس ثلاثة راح أجمعهم مع بعض ليش نجمعهم مع بعض لأننا إحنا لو تذكرون قلنا في الملاحظة قبل أن دائما مجموع الأسس في الحد نفسه يعطيني قيمة الأن فأنا هنا لو نلاحظ كلهم نفس الشيء اللي تفرق فقط الأن فراح نقول نجمع الثلاثة مع الأربعة يعطينا سبعة فروح نشوف أي خيار من الخيارات التالية أس سبعة الأن فنشوف أنه هو الخيار أي واضح أنزل شذيء نكون خلصنا درسنا اليوم أتمنى كانت مشاهدة ممتعة واستفدت وتعلمتهم نلقاكم في دروس أخرى ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر